أهلا بكم أطلق الشيخ الياقوت مبادرة للملمة حبات مسبحة السودانين المنثورة أيدي سبا وبين أياد رؤى متناحرة ونقضة علّه يجنب الوطن ويلات المسير في الطرق المجهولة مبادرة أهل الطريق التي نفى حديها ارتدائها لبوس السياسة كانت قد حظيت بقبول غير مسبوق نالت تأييد الحكومة بمكونيها المدني وحركات الكفاح المسلح علاوة على رضا الإدارات الأهلية وبالطبع الطرق الصوفية فهل تفلح المبادرة التي أحدث على إحداث اختراق في الأفق السياسي المنست حاليا وتعزز من عملية السلامة الجارية في جبا أم أنها تدفع نواحي تشتيت الجهود القائمة ليس إلا تحت هذا الشعار دشن الشيخ الياقوت أمس الأول مبادرته الرامية إلى وحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي بالبلاد المبادرة أراد لها مؤسسها أن تأتي في زي قومي إذ تدعى لها كل أطياف المجتمع السوداني سياسيين وشعبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والأيدولوجيا ولم تتخلف حركات الكفاح المسلح عن اللحاق بالركب فيما كانت الحكومة حاضرة بشقيها السيادي والتنفيذي داعمة للمبادرة ومؤيدة لطرحها الاستراتيجي الذي يستهدف وحدة الجميع كيانات وأفراد وذلك للخروج بالبلاد من منعطف الأزمات الراهنة المبادرة وما تطرحه من أجندة قومية تدعو إلى علاء قيم الوحدة والتسامح بين جميع مكونات الشعب السياسية واجتماعية لاقت استجابة واسعة وحماسا كبيرا من مختلف القطاعات سيما وأن الظروف السياسية تم بعد ثورة ديسمبر المجيدة وما تعانيه البلاد من ضائقة اقتصادية خانقة تدفع الجميع للتكاتف وإعلاء صوت الوطن للعبور به نحو بر الأمان وليس خافيا على أحد ما تمثله الطرق الصوفية في تاريخ السودان القديم والمعاصر من دور مشهود أنتج كثيرا من المبادرات القومية ليس آخرها بالطبع مبادرة الشيخ الياقوت المعروف عنه تجرده وتبنيه لكل ما يدعم وحدة البلاد ويحفظ أمن مجتمعها إيمانا منه بدوره الرائد في القيام برسالته كما يجب متخذا من مقاته الكائنة بجنوب جبل أولياء ملاذا لكل المريدين وعابر السبيل وتقوم على فسفة صوفية راسخة في التعبير عن الحب والتسامح أن ما عنده محبة ما عنده الحبة أهلا بكم وأرحب بضيوفي داخل الاستيديو دكتور صلاح الدين البدوي الخنجر عضو لجنة المبادرة وعضو المجمع الصوفي أهلا بك دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك أيضا أرحب بدكتور ياسر عبد الله المتحدث باسم الشيخ الياقوت مقرر المبادرة أهلا بك مرحبا بك والمشاهد الكريم أهلا بكم بداية نبدأ مباشرة في دواعي إطلاق مبادرة من قبل الشيخ الياقوت لجمع الصف الوطني أبدأ معك دكتور ياسر وبصفتك المتحدث باسم الشيخ الياقوت تفضأ الدواعي كما هو يعني معلوم عبر التاريخ السوداني أن السادة المتصوفة هم دوما قريبين من المجتمع يحسبهم البعض هم بعيدين من السياسة هم قريبين لأنهم أغرب إلى ويدان الشعب ويعرفون مفاتيح الشعب السوداني وهم دائما في حراكم القريب والبعيد يمدون أهل الراي وأهل الحل والعقد بالمشورة ولذلك في هذا الظرف المعقد وفي هذا الحراك المنشود الآن أن يحقق السلام في يوبا عبر كل المكونات تداعت هذه المبادرة بنحضة قوية من ابون الشيخ الياقوت لجمع شمل كل المكونات حتى يأتي السلام محمياً بالمجتمع نعم طيب دكتور صلاح هل تستشعرون انسداد في الأفق السياسي والذي من أجله قامت هذه المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من عمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد السادات التحية لك أخي الكريم ولوسرة برنامج دائرة الأحداث ودعني أولاً أهني الشيخ الكبارة صاحب المبادرة الشيخ الياقوت بارك الله في أيامه وبارك الله سبحانه وتعالى في ليالي ليست هي المبادرة الأولى ولم تكون إن شاء الله هي الأخيرة لأن مؤسسة المسيد العملاغة ومنها هذه المؤسسة الكبيرة الشيخ الياقوت وأركان سلمي وآبائي وأجدادي أمرديه وأحبابي دعاهم لذلك داعي الدين وحب الوطن ودعني أيضاً أبدأ بالآيات القرآنية التي أجدها صادقة ومطبغة في شخص الشيخ الياقوت وفي هذه المبادرة نحن أم دعانا الباري جل جلاله إلى هذه المبادرات لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدات أو معروف أو إصلاح بين الناس وهذا المكمن السلاسي أجده طبق الأصل في شخص أبونا المربي الشيخ الياقوت دعاه لذلك الدين وهذه الخلفية الدينية ومؤسسة المسيد التي شغلها الشاغل الوطن وأبناء الوطن وجمع الفرغاء والدعوة أيضاً إلى حب الوطن والدخول في السلم يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وأجد مبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف والسلم المجتمعي أشبه أو أغرب إلى بغرة بني إسرائيل في الشكل والمضمون حيث الجمال والكمال وأنها حاوية لا شيئة فيها وأنها تسر الناظرين وذلك لأسباب عدة من بينها الارتباط المباشر بشخصية الشيخ والذي دائماً شعاره الحيات وأن أبناء الوطن جميعاً منه على مسافة واحدة وهذا ما جعل الجميع يبصم بالعشر ويؤيد هذه المبادرة جمع غفير من أبناء الوطن تداعو بالأمس إلى قاعة الصداغة فيهم رجل الدولة الرسمي فيهم حركات الكفاح الحاضن السياسية للحكومة الانتغالية والتغيير من هم بالداخل وبالخارج أجمع على نجاح هذه المبادرة عند تدشينها وأجمل كلمة قال حتى رجل غير مسلم يعني ممثل الكنيسة في مداخلة غصيرة جداً قال هذا الجمع اللي موجود الآن لم يوجد في يوم من الأيام وهذا رجل شارك في مؤتمرات ودش الندوات وهو غير مسلم نحن أيضاً نبادلهم من خلال هذه المبادرة بأنهم أبنوا وطن البر والغصد وهي سماحة السودان الذي غام على أكتاف السادة الصوفية والإنسان يتساءل لماذا الإنسان السوداني بهذه السماحة بهذا التسامح نقول لأنه من خلفه رجال ومن خلفه مسيد يقدم هذه المبادرات عبر التاريخ الشيخ الياغوت ليست المبادرة الأولى التي قام بها بل هي مبادرات عدة ولكن هذه المبادرة لها وقع خاص في النفوس لأنه فيها النقلة من المحلية إلى العالمية وأنها جمعت حتى الفرغاء في مائدة واحدة وفي قاعة واحدة على ذكر الفرغاء كيف تنظر إلى الوضع السياسي الذي دعا إلى أن تقوم مثل هذه المبادرة لجمع الصفة الوطنية الوضع السياسي في بلادنا معقد وهل التصوف مهتمون بالسياسة لأجل معاشي الناس وربطهم بالوطن وربطهم بالله سبحانه وتعالى لكن مؤسسة المسيد لا تعرف الإنزواء ولا تعرف الانتماء وهذا لعله لم يؤيز مبادرة الشيخ الياقوت أنه لم يقوم في يوم الأيام جزء من هذا الصراع والتناحر بل الناس جميعا بدلالة أنه دعا غير المسي ودعا من يخالفه في الأفكار فالمسيد أكبر من الحزب وأكبر من القبيلة وأكبر من المعارضة بل وأكبر من الدولة أحيانا لأنه ديننا دين عالمي وكتابنا كتاب عالمي وده سمو روح الشيخ الياقوت طيب ده بيقودنا مباشرة لسؤال في أكثر من صوت يعني تحدث عن بصورة عامة طرق الصوفية يعني حتى المبادرة تم اتهام من البعض بأنها محاولة من الطرق الصوفية لتبرئة ساحتها ولإزالة معالقة بالطرق الصوفية من تقديم سند للمخلوع البشير هذه الأصوات تحدثت عن المبادرة بهذا الشكل كيف ترد على ذلك؟ لا أرى من أين أتى هذا التعميم ده اتهام يوزافي واتهام لا أدري ممنع لأي سند الشيخ الياقوت مواقفه كانت معلومة منذ 89 وأشرنا إلى أحداث كثيرة هي كانت تؤكد وتبرهن مواقف الشيخ الياقوت في النظام السابق ليس كل البيوتات الصوفية هي كانت تشكل سند للنظام السابق الشيخ الياقوت استدعي في أجهزة الأمن الشيخ الياقوت صدرت منه بعض المشاريع الشيخ الياقوت حتى الآن المجمع بتاعه في كلاكل أبو آدم لم يتم وفي إشكاليات ما في داعي للتفاصيل الشيخ الياقوت ليس له مشاركات سياسية حتى هو يقف من الميزات التي لا يعرفها كثير من الناس كثير من المشايخ هم يفصلون تماما ما بين الموقف السياسي والموقف المجتمعي يعني طالما الحديث أتى بهذا التعميم أنا سأشير لحادثة تبين موقف المتصويف النبيل وإن كان الواحد يأسف أنه يسكر لكن من الغرابة أن يقوم في السودان تعميمات خطيرة جدا يعني هي هذه التعميمات لها إزغاطات على الواقع بصورة خطرة جدا يعني ضباء الثمانية وعشرين المشهورين منهم أكثر من خمسة هم من تلامس الشيخ الياقوت وبسبب ذلك اتهم الشيخ الياقوت بأن الإنقلاب تم تدبيره من داخل المسيد ورحم الله الزبير وكل الموتى يعني سبب يعني مضايغات كثيرة وتحمل وزر العداوة مع الشيخ وأنا أذكر كنت سقير يعني عند وفاته دخلت على والدنا الشيخ لقيته يعني كنت عايزة أقول له الزبير توفى لقيته تجرى العمام حقته يابوني الشيخ التماشرين قال لينا الشيخ عشان عزي يابوني الشيخ دازي بير قال لي يا ابني لا شمات في الموت الشيخ الياقوت يفصل ما بين الموقف الاجتماعي والسياسي واللي هذا هو يعني ظل على موقف واحد من كل السودانيين ليس له عدى نعم أنا أضيف إلى كلام الأخ الجليل هنا الشيخ ياسر الاتهام الجزاف للطرق الصوفية عموما للشيخ الياقوت من خلال هذه المبادرة اتهام باطل ثم باطل التصوف كذا منهج لم يكن في يوم الأيام تحت مظلة الرئيس المخلوع ولا حزبي نعم والصوفية مختلفية المشارب في ذلك فيهم حزب أمة وجلهم اتحاديون وفيهم مؤتمر شعبي وفيهم مؤتمر وطني بل النظام الأسبغ ظلم التصوف الظلم منقطع النظير يعني هناك من يحدثك عن الدعمات المالية وعن الزكر والزاكرين وهذا ضرب للتصوف في جزوره لكننا لم نجد الإعلام الحر حتى نقول هذه الكلمات بأن التصوف مظلوم وفي المغابل الصوفية هم أول من طرغوا طبول العز للسلمية والحرية وكذلك للعدالة المجمع الصوفي على سبيل المثال وكثير من مشايخ التصوف خرجوا على الحكومة البائدة يعني خرج سلمي وكذلك حضاري وانتغذوها منهم من سجن ومنهم من عطلت مصالحه فالتصوف حتى لا نظلمه لم يكن في يوم الأيام تحت مظلة حزب أو قبيلة أو قيان أو مسمى هو أكبر من ذلك بدلالة هذه المبادرة التي هي عبارة عن سودان مصقر نعم ما هو موقف المتصوفة بشكل عام وحسب قربك حتى وإن كنت لا تمثل جميع المتصوفة بالنسبة إلى المبادرة لا من الحكومة الانتقالية أقصد الحكومة الانتقالية فيهم المؤيد وفيهم المعارض والصوفي عموما يريدون الإصلاح أصلا شعارهم معارضة لأجل الإصلاح وليست لأجل المعارضة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولا يحملون غل ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء لأن المغنع الكندي يقول وليس رئيس القوم من يحمل الحغدة الصينية المهمة الأساسية تزكية هذه النفوس لأنه إذا زكى الفرض زكت الجماعة قد أفلح من زكاها وأضخاب من دساها لما كان الوطن الآن على مفترق طرق الحاجة ما سأل المصحين والذين يمسكون بالكتاب وأغاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر المصحين إذا اختلفت هذا النظر البون أصبح شاسع بين الراعي بين الرعية هنا لا بد من وجود غاسم مشترك لا بد من وجود من يؤلف فاتقوا الله وأصحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسولكم كنتم مؤمنين أنا والله أرى هذا ظلم صريح جدا للصوفي وكذلك للشيخ الياقود إذا اتهم بأنه مدعوم من الجهة الفلانية أو فلان أو علان الشيخ الياقود أكبر من ذلك وعنده الوطن في حدغات العيون واضح والإجماع الذي وجدته هذه المبادرة نحن استمعنا إلى هذه الكلمات أتمنى الإعلام أن يتناولها بشيء من الشفافية والوضوح أقول حتى غير المسلمين أنصف مبادرة الشيخ الياقود وهذا هو شعاره بقى مبادرة الشيخ الياقود لوحدة الصف الوطني والسلم المتحدة نعم نحن وطن يسعى الجميع طيب السؤال اللي بيفرض نفسه دكتور ياسر الآن تحدث دكتور صلاح عن أن الغرض الأساسي من المبادرة وأغراض المتصوفة بشكل عام هو الإصلاح والمعارضة من أجل الإصلاح دكتورنا للرد على سؤال بيطرح نفسه وطرح أيضا عن أنه هل المتصوفة يبحثون عن مناصب هل يبحثون عن تحقيق مكاسب سياسية والآن نتحدث عن أن المبادرة هي مبادرة اجتماعية كيف تكون المبادرة اجتماعية وهي تطرح على كيانات سياسية والحل فيها هو حل سياسي يعني هو السؤال معلش من شقيا لكن خلينا نبدأ بمسألة المناسبة هو سؤال مركب ليس من شقيا فقط بل من عدة نهاد أول مبادرة هي ليست سياسية وإنما مبادرة مجتمعية الغرض الأساسي منها هو خلق زخم اجتماعي كل سلام ياتي دون أن يجد ضمان اجتماعية لن يحقق المنتقى السلام إذا لم يؤمن به المجتمع بيكون ما عنده أي معنى هذه هي الجزئية الأولى الجزئية الثانية كما قال الأخ الدكتور صلاح المتصعيهم أكبر من المناصب ده إذا تحدثنا على مستوى المشايخ المرشدين أما إذا قصدت الأفراد هم الأفراد أصلا فاعلين في جزئية أنا أحب هنا وضحها وأقول كثير يعني نعم يعني هل يحسب الناس أن المتصيفة هم أولئك الذين ينحصرون يعني في باحة المسيد وحتى المنحصرين في باحة المسيد تجد منهم المهندس والطبيب وتجد منهم يعني البارع في علوم شتى نعم يعني نحن معك الآن هذا أستاذ في جامعة وأنا يعني أعمل في شركات خاصة نحن متصيفة ونفتخر بذلك لكن حينما نقوم في الجانب السياسي أو في الوظائف لن نصهر يعني بوصفنا الأصوفي بعلامة التجارية كما يسموها للتسويق يعني فإذا المتصوفة تخلوا عن دولاب الدولة يعني حقيقة ستتعطل الدولة نعم لأنهم نيزة كبيرة هم أصلا موجودين في الدولة يعني صحيح فإذا يعني الحديث عن بحث عن المناصب هو حديث ما عنده معنى طيب نعم ما هي آليات عمل المبادرة كيف تعمل هذه المبادرة طيب الآليات ممكن تكون بدرة الملامح من خلال التسشين بتاع الندوة نحن يعني حرصنا جدا على الإعلام يعني وما جلوسنا معاكم هنا لوما أصلا المبادرة يعني بيتتشينا وجدت غبول وصيط من الإخوة في الإعلام فهذا طبعا الإعلام هو الداعم الأول والآلية الأولى لنجاح هذا الحراك هذه هي الآلية الأولى الآلية الثانية يعني المجتمع بكل مكوناته التواصل معه يعني بشدة وسواء داخل العاصمة أو خارج العاصمة وتشكيل ليان لهذه المبادرة حتى يعني تنزل التسشين ده في أرض الواقع ويؤتي باستمار إن شاء الله يعني طيب دكتور صلاح هناك من يعتقد بأن المبادرة لن تقود إلا لتشتيت الجهود الآن الموجودة في جبا لا يلتوصل إلى حل نفس الاتهام بتاع القرق الصوبية طبعا المبادرة هي داعمة وهي كذلك مساندة ما فيش يعني تناغض ما بين المنبر التفاوض في جبا ومبادرة الشيخ الياقوت بل أقول يكمل بعضهما بعضا المفاوضون في جبا كانوا حضور في قاعة الصداقة الحرية والتغيير حضور في قاعة الصداقة حركات الكفاح المسلح الدولة كذلك ممثلة في مجلس السيادة الناطق الرسمي الأستاذ محمد الفكي وكذلك ممثل الدكتور عبدالله حمدوك هؤلاء جميعا كانوا حضور في القاعة لكن أحيانا غد يكون في سوء في وجهة النظر أو تتباين الآراء أو غد تتعسر هذه المفاوضات يكون البون شاسع بين أبناء الوطن الواحد فهنا الحاجة ماسة إلى أمثال الشيخ الياقوت ومبادرته لوحدة الصفة الوطنية فأي إنسان بيرى أنه في تعارض وتشتيت للجهود لم يقرأ هذه المبادرة بتروي بدلالة أن هذه المكونات كلها كانت حاضرة وموجودة بل هناك دعوة من الحرية والتغيير والدولة أيضا إلى مبادرة الشيخ الياقوت أن يكون حضور في منبرة التفاوض بجوبة عربي أنها هي داعمة وكذلك مساندة ونحتاج إليها في أحلك الظروف نعم وقد أتت أيضا في أحلك الظروف وأبناء الوطن على مفترق طرق فالحاجة ماسة إلى المصلح الاجتماعي والمرشد المربي والصوفي الذي لا يعرف إلا لغة الحياد نعم طيب ما المقصود بجمع الصفة الوطنية ما النقصد بالصفة الوطنية وهذا أيضا يقود لتساؤلات أنه هل سيتم تواصل مع النظام البائت هل سيكون النظام البائت جزء من جمع الصفة الوطنية لا بد من توضيح هنا طيب دعنا أضيف إضاءات كاشفة حول السؤال السابق وما ذكره الأخ دكتور صلاح الخنجر نعم المبادرة هي عشان ما تفهم بأنها تشتت الجهد الآن الموجود هي لا تقفز فوق الواقع ولا تخرغ الوسيغة الدستورية ولا تهدم ما بني في جوبا وإنما هي تغرب ما تباعد تهدي الأنفاس لجلوس كل الأطراف وتحل ما تعقد والدلال على ذلك أن المتحدثين سواء كان دكتور الهادي أو دكتور جبريل أو محمد بشير أبو نمو وهم كلهم موجودين في جوبا وكان برضو الأخ عقار وياسر عرمان وجه لهم التحية كانوا حرسين على المشاركة هم من مناطق التفاوض بأيدوا في المبادرة ومن الداخل أصحاب السيادة هنا بأكدوا أن المبادرة جات في وقتها ودلالة كافي على أن هذه المبادرة لن تؤدي إلى تشتيت الجهد ولم تؤدي إلى هذا هو الشقة الأول مسألة جمع الصفة الوطني الصفة الوطني كل مواطن له الحق سواء كان صالحا أو فاسدا هو في ممارسة الحق الوطني هذا لا يعني يعني الناس سواء في حقوق المواطن هذه الجزية الأولى المواطن هي أساس المزالة نحن لا ندخل في التفاصيل هذا ليس من شاننا يعني باعتبار أنه إنت ممكن تجمع كل شخص لكن بآلية القانون أنت بعدين بتقدر تفصل منه كان فاسد وكان صالح نعم دي الفاسد ده ما فاسد سواء كان في عهد الاستغلال سواء كان في عبو سواء كان في ليري سواء كان في العهد الفارق أنت الآن بتتكلم عن أفراد والأفراد نعم نتفق معك تماما أنه الأفراد يلجؤوا للقانون لما نتكلم عن النظام النظام البائد الآن نحن نتكلم عن نظام يعني الإجابة واضحة أشياء واضحة هي الإجابة واضحة في أنا قلت لك لن تقفز هذه المبادرة ولن تخرغ الوسيقات السورية والوسيقات السورية تنص على حرمان المؤتمر الوطني للنظام البائد يتعني نظام البائد غير مؤتمر الوطني والواجهات حق به ده الاستثناء الحاصل في الوسيقات السورية ونحن مع هذا الاستثناء لا أقول كده كده الصورة لكن هناك من خرج من النظام البائد قبل السبوط وقدمت الدعوة للدكتور غازي الصلاح الدين وبعض المعتدلين مكونات كثيرة جدا أنا يزعيني جدا الكنسة الغير مبرر بمعنى؟ ده تعميم نفس العبارة القبيلة التي تذكرتها في البداية وقدتها هذا يعني جهدي من المتصوفة وهم كانوا يعني دوافع وروافع للنظام البائد ده كلام سيعاني منه الواقع طبعا عشان ناكد هو ما كلامي أنا بطرح ما باعتبارك بفقد آي بطرح السؤال التساؤلات الموجودة نعم فنفس الفهم يعني في مشاركين كانوا معارضين النظام المضى إلى آخر اللحظات يعني ولمعالجات سياسية وفكرية أو وطنية بهم نحن دلوا الله ممنجي نقول له الله نحاكمه بنفس ما بنحاكم أصحاب الأطروح الساقة السوداء للهاوية من 89 لحد النهاية واضح طيب دكتور صلاح يعني بالعودة للمبادرة الجهات اللي أبدأت تأييد للمبادرة هل هناك جهات أيضا رفضت هذه المبادرة نريد أن نرى من هو المؤمن هنا شاركنا في مؤتمرات وندوات وتدشين أنا لم أجد إجماع بمثل الإجماع اللي حصل بالنسبة لهذه المبادرة المسلم وغير المسلم الحاكم المعارض حامل السلاح من لم يحمل السلاح وفي مغدمة هؤلاء الطرق الصوفية يعني السودان المسقر الآن يمكن أن يختصر في حكومة معارضة حركات كفاح مسلح الطرق الصوفية الإدارات الأهلية حتى من لم يكن حضور وهو خارج البلد أرسل هذه البرقية والتهاني وهو يبارك مبادرة الشيخ هل تعني عبدالواحد محمد نور؟ عبدالواحد كانت له كلمة مسجلة نعم وللأمانة كانت كلمة جميلة وإن كان ينتظر فيها الحرية والتغيير هل نطمع في أن يلتحق بركبة طفال قال ما أن هناك أنفاس مباركة مثل أنفاس الشيخ اليقوت والمصلحين أتمنى ذلك نعم كل حامل للسلاح وكل خارج أن ينضم إلى ركب الوطن وأبناء الوطن أخيرا دكتور ياسر هل تعمل المبادرة وفقا لسقف زمني محدد وكيف ترى مستقبل هذه المبادرة لا صراحة نحن لم نضع سقف زمني لهذه المبادرة وإنما المآلة النهاية هو تحقيق السلام وأنت سألت هل هناك معارض أبدا لم نسمع معارض على الإطلاق حتى سيد عبد العزيز الحلو الوحيد المال توفغن في أن نستمع لصوته لكنه أرسل وفد وترك هذا الوفد رسالة يؤكد فيها يده والتعاون متى ما أردنا ذلك في المبادرة وموقف عبد الواحد هو موقف واضح جدا هو عنده مبادرة ستشكل توأمة مع هذه المبادرة والجهات السيادية والجهات الوزارية بالداخل أكدت دعمها لهذه المبادرة وممكن تسهب إلى تبنيها ويعني الأخ الهادي والأخ مناوي وحتى المتحدث بتاع مناوي قال سبحان الله إنه الآن الشيخ الأغوية تحدث عن السلام وفي نفس الوقت السيد مناوي هو في تشاد يتحدث عن السلام وأنا سمحته في الأقبار يعني هو بيتكلم أنه ما دائر دماء ولا دائر حرب وإنما دائر سلام فكل المؤشرات يعني إذا ربنا كل المساعي بالنجاح تؤشر وتؤكد على نجاح هذه المبادرة إن شاء الله والتجرد والإخلاص في هذه المبادرة نحن نشهد عليه المشاهد الكريم إن شاء الله يكون موسق لهذا الحديث أننا متجردين في ذلك وسنزعي إلى السلام بكل قوة واحد التوافق والسلام هو المخرج الوحيد للسودان أشكرك جزيلا شكر دكتور ياسر عبد الله المتحدث بإسم الشيخ لياقود ومقرر المبادرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك